حاجات حلوة في السن الصغير اللي هم من نوع قبل ست سنين موبايل وساعات مشاهدة بقننها ونوع المشاهدة بيبقى الكارتون في السن ده تعالي بقى في ابتدائي وقلك أنا بعمل بذكر أونلاين أنا عايز إنترنت أنا عايز أعمل الهوبروت بتاعي على لا فيش مشكلة ده اللي أنا بقول عليه لازم يتقن لو إحنا مثلا بنتشوف دروس وده حقيقي بيحصل مثلا موفرة يا أستاذة مونة مثلا عن الدروس الخصوصية أو عايزة تفهمي حاجة أو الأم ساعات أنا كأم عايزة أفهم مادة قبل ما أدخل أذاكر شبه ما يبقى الشكلة وحش لازم أدخل على اليوتيوب أفهم وراجع وبعدين أذاكر معاهم بقى وإن أنا أبدأ أشتغل معاهم فدي ما فيهاش أبدا مشكلة بس تكون مقننة بوقت وكونا أنا قدر تيجي بقى تقولي له قعد ساعتين وقفل الانترنت وأنا فتح عايزة أفتح أنا طول الوقت فتح الفيسبوك أو طول الوقت أبقى أولاين حددي الوقت بتاعك وحددي يومك أنت عايزة تعملي فيه عشان هقولك على حاجة التربية أفعال وليست أقوال ما ينفعش تقوله ما تشربش سجاير وانت لين نهر بتشرب سجاير ما ينفعش تقوله لها متلبسلش أقصير مثلا وانت نزلها طلعا بأقصير ما ينفعش تكلمي وانت حضرتك بتكلم ما ينفعش تاكلي الأكل الجنك فود وانت بتاكلي أصلا أكله استضاره معاملة الطفل وزدواجية مفيش انت بتكلميني على أنهي كونسبت عندك وكمان في خطأ كبير قوي من ضمن أخطاء التربية عند الأطفال فكرة ان احنا نيجي مثلا للطفل الصغير نيجي نقوله البس فستين نلبسوا فستين تلبسوا طرحة أو سورتة أو توك أو اكسسورات وتضحك معك انها بنوتة مثلا صغيرة كده غلط دي جريمة يعني تيجي بطريقة بتخزر معه خلال اليوم بتلعب معه بتلعب معه هو وجدته أو هو أو ساعات بتلبسه طفل شوية بنوتة عشان خايف عليه بالحسد وكلام غريب من ده ده بنعمل خطأ ما ده يعبله التراب في الهوية التراب في الهوية الجنسية وانيجي بعد كده نقول برافو عليك وانيجي بعد كده نقول أنا ابني عنده ميول غير مقبولة يا دكتور أنا عندي ابني عندي فيه مشكلة طب إحنا لعبنا فيها ليه؟ ما إحنا كنا بالفطرة كويسين طب هل ده يتضارب لما ابني يجي لعب بألعاب المطبخ أو بالحاجات دي أجي أقول له لا ما تلعبهاش ودي لعب البنات وسيب السشوار وسيب التصريح بتاع العرايس لكش دعوه بي؟ أبدا دي تفرق عندي دي تفرق عندي دي إكبار أنت بتجبريه أو أن أنت بتعملي حاجات بيشوف نفسه في صورة تانية غير اللي الفطرة فيها أنا كده بواز له الستنجز بتاعته نفسها ما هيحصت فيها مشاكل إنما التانية دي دي موهبة ممكن يبقى على فكرة بيحط ميكب للفنانين قد الدنيا يعني مشهور خلي بالك ده ده هيبقى رسام شوتر كمان أيوة اللي يعرس أوزن إيده هو بيعمل ميكب هو هتلاقيه رسام شوتر هتلاقيه بيعمل فاشن ديزاين بيلعب ألعب المطبخ ممكن يبقى شوف موهبة وعنده تلنت إنما اللي هذيك بيتعمليه لا هو موهبة ولا تلنت أنت بتلعبي في الترباط الهوائي بتاعته صحيح